وصفت لليوم أطيب خلية نحل بحشوة الجبنة ونكيت الثوم والزبدة أعملت اليوم خلية النحل بعجينة وقطنية رائعة طبعا هالعجينة مثل الغيمة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات تابع مع الفيديو بالتفصيل خطوة بخطوة حتى نعمل مع بعض أطيب خلية نحل أول خطوة هون رح أشوي الثوم استخدمت هون راسين من الثوم وإذا حبيتوا تستخدموا راس واحد أكيد ممكن قطعوا طرف الراس ورح نحتاج هون ورق الزبدة بالإضافة لورق الغزدير حطيت هون تقريبا مع لقتين كبار من زيت الزيتون وإذا حبيتوا هون كمان تحطوا رشد من الملاح أكيد بصير رح أسكر هون كثير منيح بعدها رح أحطهم على الصينية ورح أدخلهم فرن حامي على درجة حرارة 180 حتى ينشوي معي بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاس من الحليب الزائل الدافي ورح نحتاج كمان هون ثلاث ملاقق كبار من لبن الزبادي لبن الزبادي عندي هون لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ ورح نحتاج كمان هون نص كاس من الزيت النباتي بالإضافة إلى حبة من البيض البيض لازم يكون عندي بدرجة حرارة المطبخ ورح نحتاج معلقة كبيرة من السكر بالإضافة إلى معلقة كبيرة من الخميرة آخر إشي هون رح أنزل كوب من لطحين باستخدام المشبك اليدوي بخلطهم كثير منيح مع بعض حتى يذوب عندي لطحين بغطى الصحن بترك الخميرة عندي هون من 10 دقاق لربع ساعة حتى تفور لازم نتأكد عنا انه الخميرة فارد قبل ما ننزل بقية لطحين رح نحتاج هوني كاستين من لطحين ورح نحتاج معلقة صغيرة من الملح ان هون استخدمت ملح الهاملايا بالاضافة الى معلقة صغيرة من الأورغانون بعجنهم باستمر في العجن حتى تتشكل معايا عجينة طرية متماسكة طبعا هون وانا بعجن فيها حسيت انه لسه بتها طحين رجعت حطيت تقريبا اربع ملاقي كبار من الطحين بيكون عندي هون مجموعة كاسات الطحين تقريبا ثلاث كاسات ونص النص الكاس بتحطوه شوي شوي حسب حاجة العجينة عندكم اهم شي عنا هون العجينة لازم تكون طرية ما تشدوها بالطحين رجعت هون حطيتها بالصحن رشت فيه رشي من الطحين بغطي الصحن بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة ولازم تتركوها اقل شي مدة ساعة هيك عندي الثوم بعد ما شويتو رح احكي ملاحظة اذا حبيت تشويه بالقلاية الهوائية اكيد ممكن زيت الزيتوني اللي بيكون مع الثوم هون بنحطه مع الخلطة هو اللي بيعطي النكهة الطيبة نزلت هون ثلاث ملاقة كبار من البقدونس معلقة صغيرة من الأوريغانو نص معلقة صغيرة من الملح بالاضافة الى معلقة صغيرة من جملة البرمزان اختياري بسبطاتي نكهة كثير طيبة هون رح اخلطم كثير منيح رح ادخل الصحن الثلاجي لازم تكون عندي زبدة جامدة لما اتهن فيها خليط النحل هيك عندي العجينة بعد ما تركتها ترتاح مدة ساعة هلو هون بطلع الهواء منها برجع بعجنها وببلش اقطع فيها ما شاء الله قوام العجينة اذا حبيتوا تستخدموها لأي نوع ثاني من المعجنات بس بتشيلوا منها معلقة الأوريغانو ممكن تستخدموها لأي نوع انت بتحبوه التقطيع هون لازم يكون عنا حجم صغير انا هون تقريبا قطعتها اكبر من حبيت العوامة بعد ما قطعتهم غطيتهم تركتهم يرتاحوا تقريبا مدة خمس دقائق وبعديها بلشت اشكل فيهم بالنسبة للصينية هون دهنت بكمية من الزيت النباتي وحطيت برق الزبدة كثير بساعدكم بالشغل رح احط هون الصحن طبعا هذا الصحن هو صحن حراري بتحمل درجة حرارة الفرن حتى احط مكانه جبنة المزوريلا طريقة التشكيل كثير بسيطة بنوخط قطع من العجين بفريدها شوي وبحط فيها مكعبة جبنة الجبنة اللي استخدمتها هون هي جبنة المزوريلا انا جبتها بلوكات وقطعتها على شكل مكعبات صغيرة مش متوفرة عندكم على شكل بلوكات ممكن تستخدم المبشورة لكن المكعبات بتسهل عليكم الشغل رتبت الصينية عملت فراغات من كل حبة والثانية غطيتها حتى ترتاح تركتها هون ترتاح اقل شي مدة نص ساعة تاخده نتيجة افضل بتكون معكم خليط النحل جدا هالشي هلو هون بتهنها بكمية منيحة من الخلطة اللي عمناها ولازم تكونوا كريمين الصينية عندي هيك جاهزة بدخلها فرن حامي على درجة حرارة 200 الرف الوسط لازم يكون عنا الفرن حامي واستخدم الرف الوسط بتاخده نتيجة افضل للشوي هيك عندي بعد ما دخلت الفرن تقريبا بعد 20 دقيقة طلعت من الفرن وحطيت بالصحن هون كمية منيحة من جبنة المزوريلا ورجعت دهانة الوجه لكن هون رح احكي ملاحظة ارجعت شلت جبنة المزوريلا وحطيتها بنفس الصينية بتذوب معكم وبتخذوا قوام ونتيجة افضل بالنسبة للشوايا هون شغلتها تقريبا مدة دقيقتين وبعديها طلعتها وقدمتها ما شاء الله النكهة الطعم ريحت الثوم المشوي جدا رائعة هالوصف من الوصفات اللي كثير حبيناها في البيت جربوها واعطوني رأيكم فيها وهي وصفتنا لليوم اذا عجبتكم وحبيتوها ما تنسوا دعم قناة الاشتراك فيها تفيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم علا طشمان من قناة اطيب الوصفات يمي شكرا جزيلا لحسن المتابعة